ضمن برنامج الفنون المسرحية لعام 2018 الذي نظمت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين قدم فريق ناشئة واسطة المسرحي مسرحية أيام سمن هرور بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح وجمعية المسرحيين الإماراتيين قضية الشواء الذي يطالب الحمال بثمن الرائحة التي التهم عليها رغيفة قضية شغلت سكان المدينة إلى أن كبرت ووصلت لمرحلة البحث في دار القضاء هي أحداث درامية قدمها فريق ناشئة وسط المسرحية ضمن مسرحية أيام سمن هرور والتي احتضنتها خشبة معهد الشارقة للفنون المسرحية أيام سمن هرور فيما جميلة لهذا السن من الناشئة فرجة اللي فيه تنطوي على لعبة متعددة المشاهد وتتطلب أيضا من عدد الممثلين أن يقوموا بعدة أدوار وكانت هذه فرصة مهمة أني أنا أجرب هؤلاء المتدربين أن يقوم المتدرب بأداء أكثر من دور وبالتالي يبدل زي ويبدل قناع ويبدل شخصية فكان اعتبرته أنه هو تدريب مهم أبطال العمل من الناشئة اختاروا الانفتاح على العالم المسرحية بهذا العرض الذي تميز بقدرتهم على توظيف مهاراتهم الجسدية وأدائهم التمثيلية كذلك امتلاكهم المهارات الفنية والتقنية دون مساعدة من المختصين كتنفيذ الصوت وتصميم الإضاءة المسرحية والأزياء نحن اليوم سعيدين جداً أعطانا هذه الفرصة لكي نقف على خشف المسرح أمام الجمهور وأنا جداً سعيد بمشاركة أستاذ مرعي في تدريبنا في إشرافه علينا وكان دوري عن القاضي واللي كان يبحث عن قضية لأنه كان خايف من الوالي أنه يغلق دار الأحكام مسرحية أيام سمن هرورة من تأليف الكاتب السوري عبد الرحمن حمادي تعد نتاجاً لورشة فنون المسرح من النص إلى العرض التي استمرت ما يقارب شهرين ونصف الشهر التدرب فيها الناشئة على مهارات لغة اليسد وأساليب التعبير وغيرها من المهارات